اكيد كتير منكم سمعانا قبل كده مدينة غمضة ومخيفة موجودة من الاف السنين مدينة اسمها مرتبط بالنحاس والجن ونبي من انباء الله قصية النهاردة عن مدينة المحاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكون في قناتي على يوتيوب مدينة القصص قبل نبدأ في اي حاجة انزل اعمل لايك اه واشترك في القناة لو مش مشترك اه وفعل زر الجرس عشان يسألك كل القصص اللي هتنزل وانزل هامل كومنت صلي فيه على النبي عشان نبدأ القصة على رواقع كده وحدها مسكافيك ويلا بينا نبدأ في قصة النهاردة عشان مطور شاركوا مقطع من كده يلا بينا في البداية لازم نعرف ايه هي مدينة النحاس وهل اللي بناها الجن فعلم فاركزه بقى ويلا نبدأ اول حاجة مدينة النحاس هي مدينة غريبة ومخيفة امرها الاف السنين اتكلم عنها المؤرخين عبر التاريخ وقالوا ان فيها كنوز عظيمة وعلم كبير وبجوارها وبحيرة مليانة بالكنوز والنسبة لمن اللي بناها فاختلفت الاراء فمنهم ان لقال ان اللي بناها الملك زلقار نايم وحط فيها جميع كنوزه وسروته الضخمة وخلى الوصول لها صعب جدا عشان يمنع اي حد من دخلها الوصول على السروة دي الموجودة فيها اما الرأي التاني ان اللي بناها هم الجاند فهم من سيدنا سليمان عليه السلام والرأي ده جيه بسبب القصة اللي اتنشرت عن الحاجة المرعبة اللي بتحصل في المدينة اه والحالة الغريبة اللي بتحصل لاي حد بيحاول يدخل المدينة واما عن اكتشاف مدينة المحاس ففي روايتين مشهورين عن مدينة المحاس الرواية الاولى ان الخليفة الاموي عبد الملك ابن مروان سمع عن قصص واحداث مخيفة بتحصل في مدينة المحاس وسمع كمان ان فيها كنوز وعلم كبير فقرر الاستكشاف المدينة دي وهل عشان يعرف هل اللي بيحصل فيها بحقيقي والكنوز دي حقيقة ولا خرافات فامر قائد الجيش اللي كان وقتها موسى بن نصير انه يتحرك بجيش كامل لاستكشاف المدينة والكنز الموجود فيها وبعدها يعرفوا بكل التفاصيل اللي عرفها عن المدينة فعلا جهز موسى بن نصير جيش عدده الف جنيه واخدوا معهم اكل يكفيهم ستة شهور وتحركوا لاستكشاف المدينة الغامض دي استمرت الرحلة للوصول للمدينة تراتة واربعين يوم لحد ما اخيرا بدأوا يشوفوا لمعان وورقة مدينة النحاس فبعد موسى بن نصير مرسل للخليفة عبد الملك ابن مروان يبشروا وانهم قادروا يشوفوا بارقة المدينة وان بقى ايام بسيطة بدا ويكونوا وصلوا للمدينة وبعد الوصول عند صور او اسوار المدينة كان الوقت تتأخر فصلوا العشاء وقرروا انهم يبعتوا الليلة دي ويبدأوا استكشاف المدينة باليوم التاني لكن الليلة دي كانت ليلة مخيفة جدا ومرعبة كانوا بيسمعوا اسوات جاية من جوة المدينة اسوات مخيفة ولما سيحوا تاني يوم ولقوا ينفسهم لسه عايشين قالوا الله اكبر والحمد لله ان الليلة دي عدت على خير وبدأوا استكشاف المدينة فامر موسى بن نصير فارس من الفرسان انه يلف اه حول اسوار المدينة ويشوف ان الباب اللي ممكن يدخل منه وفعلا اخد الفارس خيله وتحرك عشان يعرف مكان الباب اللي هيدخله منه لكن الفارس غابست تعيال ولما رجع في اليوم السابع جالهم بخبر صادم للجميع وهو ان اه مفيش باب للمدينة المدينة ضخمة جدا يعني معقول للمدينة دي كلها ما يكونش لها باب ساعتها جال موسى بن نصير فكرة وهي انهم يرسوا كل شنوتهم وامتاعتهم فوق بعض ويتسلقوها علشان يعرفوا ايه اللي موجود جوا المدينة دي ولكن صور المدينة كان ضخم وعالي جدا وامتاعت الجنود ما كانتش كفاية فجمع موسى بن نصير مجموعة من السلالم والحبال وقعاد يربطها في بعض علشان يقدروا يوصلوا للسور وبعد ما خلصوا جيه وقت اختيار واحد بس علشان يطلع ويشوف ايه اللي جوا مدينة فقال موسى بن نصير للجنود اللي هيوافق يطلع ويشوف ايه اللي موجود جوا المدينة الغمضة دي هياخد عشر تلاف عمر النقضية المهم وافق واحد من الجنود وبدأ يتقدم علشان يطلع ويشوف ايه اللي جوا المدينة دي وفعلا طلع السلالم واول ما وصل عند اول الصور وشاف اللي جوا المدينة دي حصل له حيالة غريبة جدا وفضل يضحق بسوط عالي ويسقف وبعدها لعمل نفسه هو المدينة واختفى صوته تماما واختفى هو نفسه ففضلوا ينادوا عليه صوت عالي على امل ان يرد عليهم لكن من غير فايدة فعرض موسى بن نصير نفس العرض مرة تانية وفعلا ويفق جندي من الجنود برغم من اللي حصل للجندي اللي قبله فبدأ يطلع على السلالم واول ما وصل حصل له نفس الحالة اللي حصلت للجندي اللي قبله فبدأ يتحجي صوت عالي ويسقف وبعدها لعمل نفسه بوا المدينة واختفى صوته تماما برضه وبعد اكتر من محاولة كانت النتيجة كل مرة هي هي ولكن موسى بن نصير ما يقش وحاول مرة تانية لكن المرة دي قدر الجندي اللي اللي طلع انه القوم الضحك والحالة الغريبة اللي بتحصل لاي حد بيتلعفوه ويشوف ايه بوا المدينة ولكن حصل له حاجة تانية اللي حصل للجندي ده انه قعد على السور بتاع المدينة من قول الحركة ولا كلام كأنه فقد وعيه او مش موجود اصلا وبعد شوية فقل الجندي ورجع لوعيه وبعدها قال لموسى بن نصير انه هيقدر يفتح باب من ابواب المدينة دي وأما عن اللي شاف الجندي ده جوه المدينة ففي رواية بتقول ان الجندي شاف جوه المدينة عشر نساء فاتنات جميلات جدا وكانت كل واحدة منهم بتحاول تغوي علشان يرمي نفسه جوه المدينة وبعدها هيختفي ولكن الجندي ده قادر يقاوم وماستسلمش بسهولة قدام اللي شافه برغم من انه كان مسلوب الالاد وقدر يقرأ اسمه الله الحسنة واللي خلى العشر نساء دول يختفوا تماما بعدها امر الجندي وبدأ يمشي على السور لحد ما وصل عند برج شبه برج المرضى ولقى جواه تمسال من المحاس وكان على شكل فارس ركب حصور ومكتوب عليه ان اراد تفتح باب مدينة المحاس وفروكيا دي وفعلا فرق الجندي ايد التمسال وتفتح باب من ابواب مدينة المحاس فدخل موسى بن مسير للمدينة وقرر انه هيقسم الجيش لكسمين قسم هيفضل بر المدينة عشان يحرصها والقسم التاني يدخل معاه المدينة الاستكشافة ودخل موسى بن مسير والجيش للمدينة وكانوا هم ماشيين في شوارع المدينة بيلاقوا ناس كتير واعين على الارض فافتقرون في الاول انهم ميتين وجسس لكنهم اكتشفوا بعد كده انهم نايمين مش ميتين ففضلوا ماشيين في المدينة بحد ما وصلوا عند قصر ضخم جدا فقرر موسى بن مسير انه يدخل القصر هو والجنود لاستكشافه ولكنهم اتصدهم من اللي شافوه فكان القصر مليان بالمجاهرات والكنوز وفضلوا هم ماشيين جوا القصر الضخم ده فضلوا يلموا من المجاهرات والكنوز الموجودة جوا القصر بعدها وصلوا عند غرفة ضخمة كبيرة في القصر ولما فتحوها لقوا فيها ست جميلة جدا ولابسها كلها من الحرير ونايمة على سريجة في الغرفة ولقوا جنبها تمسلق على شكل جندي شايل سيف من الحاس ولما قربوا من الست دي افتقروها عايشة لان كانت مفتوحة ولكن اكتشفوا حاجة غريبة جدا هو ان الست دي انها اتشالت من مكانها اصلا وبعدها رجعت تاني وشافوا كمان لوحة فوق سرير الست دي مكتوب فيها اخذ ماشيئة من المجاهرات ولكن لا تأخذ المجاهرات التي ارتديها وكانت الست دي لابسة تاج في غاية الجمال وده اللي خلى جندي من الجنود يحاول انه يغبت تاج ده المجاهرات اللي كانت الست لابسها بالرغم من التحذير اللي كان مكتوب على اللوحة واول ما لمس الجند التاج علشان ياخدوا اتحرك التمثالين اللي كانوا موجودين جنب الست وهضعوا راسوا وبعدها رجعوا مكانهم تاني بنفس الوضعية اللي كانوا عليها ولا كأن حاجة حصل فخرج موسى بن نصير وجنوده من القصر وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا عند جبل كبير جوه المدينة وشافوا عند الجبل ده مجموعة من البشر كانت بشرتهم سمرة فافتقروهم من مرضة الجن ولكن اكتشفوا انهم مش جن لكنهم بشر ديهم وانهم من ابناء حام ابن سيدنا نوع حلي السلاء فنازل ملكهم اتكلم مع موسى بن نصير لشان يعرفوا سبب وجوده هو هو الجيش في المدينة فاتصدهم موسى بن نصير من اللي عرفوا عنها خصوصا انهم كانوا بعبودوا ربنا وانهم عارفين الاسلام ازاي اصلا وهم ما وصلهمش النبي وما فيش نبي يجالهم اصلا فقال ملكهم لموسى بن نصير ان في بحيرة جنب الجبل الضخمة ده اللي عندهم بيخرج منه نور عظيم من وقت للتاني وهو ده اللي بيعلمهم ازاي يعودوا ربنا دي كانت الرواية الاولى عن مدينة المحاس عما الرواية التانية وهي مرهبة ومخيفة اكتر من الرواية الاولى يلا ندخل في الرواية التانية الرواية التانية بتقول ان موسى بن نصير لما وصل عند المدينة لقى عندها تمثال قبل ما يدخل للمدينة ماسك لوح من محاس وكان مكتوب في اللوح ده ان المدينة ما فاش اي مجهرات او كنوب او حتى علم كبير وبيأمر اللي بيقرأ الرسالة دي يرجع احسن وما يحاولش يدخل المدينة وإلا هيهلك لكن موسى بن نصير مهتمش بالكلام ده اللي كان مكتوب وقرر انه يدخل المدينة واول ما دخل لما المدينة جميلة جدا وانه في شبر كتير فاستغرب هو الجنوب ازاي مدينة بالجمال ده اللي يدخلها هيهلك ولكنهم اتفقوا برجون نامل كتير جدا باحجام ضخمة من بين الاشجار الكتير اللي كانت موجودة بها المدينة وقدر النمل ده انه يقتل عدد كبير جدا من الجنود والخيول اللي كانوا جوه المدينة عموسة بن نصير وبعدها راحوا نحية الجنود اللي كانوا برا المدينة علشان يحرسوها ولكن النمت جيه عند حدود المدينة وتحديدا عند التمثال اللي كان ماسك في لوحة تحزين ومتحركش خطوة زيادة وقدر عدد قلال جدا من الجنود اللي كانوا عموسة بن نصير انهم يغربوا وينجوا من الموت ده ويجعل المدينة بدون حل لغوز مدينة النحاس واما عن مكان مدينة النحاس فقال بعض المؤرخين ومن ضمنهم ابو حامد الاندرسي الغرناطي ان مدينة النحاس موجودة في دولة المغرب من جهة الغرب على ساحل البحر الابيض المراسل وقريبة جدا من مدينة طانجا وانها على بعد انطار من مدينة جبل طارق ويقال ايضا ان مدينة النحاس هي مدينة تطوار حاليا بس وكده هتكون قصة النهاردة خلصت من وجهة نظرك انت بقى انهي قصة تبقى وقاعية اكتر او حقيقة ايه ياريت تشاركوني يرايكم في الكومنتات ولو وصلت معي لحد هنا ولسه ما عملتش لايك فانزل اعمل لايك دلوقتي ولو مش مشترك ياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وهتدبسته معي في القناة واستنوني في رمضان قصة جديدة كل يوم بعد الفطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة